البيضاء لانطلاق هذا الشوط وانطلقت الجياد على جائزة عبدالله محمد الجطيلي منها لعنيزة واحد الروادي الذين دخلوا الرياض مع جلالة المغفوري لها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثرى للتنافس على هذا الشوط على مسافة 1600 متر وانقدار الجائزة 44000 ريال وارى الان حذامي في المركز الاول حذامي في المركز الاول يليه ايضا بنت جبلة حذامي في المركز الاول والجياد تتنافس الان الجياد تتنافس الان حذامي في المركز الاول وايضا هناك منافسة بنت جبلة بنت جبلة الان تتقدم بنت جبلة وهناك ايضا منافسة من حذامي وايضا تدخل شبلة مهام في المركز الاول شبلة ماهان المرشحة الأولى في هذا الشوط تدخل في المركز الأول لعبد الكريم بن عبيد الدخيل وأيضا هناك منافسة من بنت جبلة من الخارج ومنافسة أيضا من بقية الجياد والدخول في المنعطف الأخير والمستقيم الخط المستقيم في اتجاه نقطة النهاية وبنت جبلة طلقت لهم وتنافس تنافس مثير بين الجياد تنافس مثير بين الجياد الآن قرب الخط النهاية وتنافس بين الجياد الآن في المركز الأول في المركز الأول طلقت لهم وتنهي هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله طلقت لهم التي قدمت أجمل المستويات